اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام تحدث نقيب المهندسين العراقيين وقال لدينا اكثر من 350 الف مهندس عاطل عن العمل في نفس الوقت كان الاتحاد العام لنقابة العمال قد اصدر بيانا وتصريحا يقول فيه ان اكثر من 6 ملايين شخص عاطل عن العمل في العراق طبعا الاتحاد العام لنقابة العمال سبق ان تحدث عن 15 مليون عاطل لكن يبدو بعض الضغوطات او هو يتحدث عن فقط العمال يعني لا يتحدث عن الطبقات الاخرى يعني لا يتحدث عن الخريجين لا يتحدث عن الباقين عن العاطلين يتحدث فقط عن العمال الذين كانوا يعملون في المصانع والورش هم الستة ملايين امو الوزارة التخطيط في شهر حزيران الماضي اصدرت يعني بيانا قالت فيه ان البطالة في العراق بلغت 16.5% طبعا هذا الرقم كبير جدا جدا في بلد مثل العراق لكن مع ذلك هذا الرقم كاذب الرقم اكبر من هذا بكثير لكن حتى اذا اخذنا هذا الرقم على عواهنا ورضينا بيه بمعنى انه هناك شخص عاطل عن العمل لكل اربعة اشخاص في العراق كل اربعة اشخاص هناك شخص عاطل وبالتالي يعني اذا كانوا اذا كان عدد العاملين في العراق 100.000 في 20.000 من عدوه 25.000 من عدوه عاطلين الربع العاملين وهؤلاء ال75 الباقيين هؤلاء يعملون باعمال بطالة مقنعة قسم منهم يعملون مع الميليشيات والقسم الآخر يعملون في وظائل لا تمتج شيئا وكل الاحصاء واستبيانات تؤكد ان الموظف في العراق لا يعمل في اليوم اكثر من 7-8 دقائق فهي بطالة مقنعة فبالتالي هو ايضا عاطل لانه لا ينتج شيئا في العراق ومصيبة العراق هذه مصيبة وعدد العطر في العراق يعني التجاوز ربما الميكين يوم في السنة ويومية عندنا مناسبة والمناسبة الجر مناسبة ويومية الميليشيات معرفش السوء وتبطع الطرق ويومية وهذا بالصيف درجة الحرارة عالية وإجازات وبوشتها أمطار وفيضانات وكل تقعد ببيوتها وبالتالي انت يا مام كارثة كبيرة بدون عمل بدون إنتاج فأنت لديك التالي عندما يعني واقعيا واقعيا ومنطقيا وبالواقع الحقيقي الملموس أنت لديك يعني 80% أو أكثر من 80% من القوى العاملة هي عاطل عن العمل بما فيهم العاطلين فعليا والذين يعملون وهم وفي بطالة مقنعة وبالتالي انت عندك 95% من العاطلين العمل في العراق العراق لا ينتج شيئا ماذا ينتج العراق خلي قلوا لنا يعني إذا كان كلامنا هذا غير صحيح خلي قلوا لنا وزارة التخطيط ينتجون كذا وكذا وكذا لا ينتجون شيئا والعراق بلد مستورد والعراقين صاروا مستهلكين مع الأسف الشديد هذا البلد وهذا الشعب اللي كان ينتج غالبية ما يحتاجه لديه مصانع يعني 176 ألف مصنع لديه كبير وصغير وتوسط وخاص وعام ومشترك الآن ليس لديه شيء ولديه زراعة ولديه التجارة كل هذا انتهى لا أحد يعمل في الزراعة لا أحد يعمل في الصناعة لا أحد يعمل في الصناعة أنتعتم مصانع أنتأكل شيء وقالت الوزارة التخطيط أنه البطالة للشباب بين 15 سنة إلى 24 سنة طبعا هؤلاء هذا العمر من 15 سنة إلى 24 سنة ويشكلون 65% من نفس العراق العراق بلد شاب بلد شابة ذول من 15 سنة إلى 24 سنة يشكلون حوالي 65% البطالة فيهم نحو 39 قريب من 39 لا يقرب من 39 38 فارزة 8% بالعشرة 38 فارزة 8 بالعشرة بالمية يعني 38 فارزة 8 بالعشرة بالمية يعني حوالي 39% البطالة بين هؤلاء الشباب البنك الدولي يقول في دراسات عن العراق يتحدث عن البطالة يقول أنها وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عاما يتحدث عن 30 عاما وعن 50 عاما ويتحدث أن يتخرج سنويا 170 ألف خريجي من الكليات لكنهم يذهبون إلى طوابل العاطلين عن العمل وحسب العدد ويتحدث عن 170 ألف وحسبها طوال 20 سنة إذا كان الرقم 100 ألف وحسب كم عدد العاطلين فقط من الخريجي الكليات لا يجدون عمل لذلك الهجرة مستمرة لذلك شباب العراق أول مطلب لهم أول أمنياتهم وأن يذهب إلى الهجرة يذهب لأنه لا قيمة له في بلدي لا يستطيع أن يعمل لا يستطيع أن يبني مستقبله لا يستطيع أن يفكر بالمستقبله لا يستطيع أن يتزوج لا يستطيع أن يبني أسره لا يستطيع أن يمتلك دار لا يستطيع أن يمتلك أي شيء لا يستطيع أن دعنا من الامتلاك لا يستطيع أن يعبر أو يطبخ مدرسه لا يستطيع أن يعبر عن نفسه وذاته في هذا المجتمع في هذا البلد لا يستطيع أن يسامن في بناء بلده وبالتالي الاستبيانات من عمر 15 وقبل هذا العمر إلى 60 سنة تسأل العراقين يقول لك أول مطلب أردهاجر بس تتكوح لي فرصة واحدة لا أجر أي بلد هذا طارد لأهلي هذه هي مجموعة البطالات هذا الوضع الذي وصلوا إليه ويقولون أنه اتحدث المصطفى الكاظب أن الورقة البيضاء حققنا بها ماذا حققت؟ إذا كانت خارطة البطالة بهذا الشكل إذا كانت خارطة الفقر تتوسع والفقراء الذين تحتوا خط الفقر أكثر من 12 مليون إذا كانت الأمرار تتوسع إذا كانت الخدمات غير موجودة المستشفيات غير موجودة خدمات الصحية غير موجودة التعليم في أسوأ حالاته الأمن في أسوأ الطرق في أسوأ حالاته كل شيء في أسوأ حالاته كيف حققتم؟ وما هذه الورقة البيضاء التي تتحدث عنها وهي مجرد إشياء معيب تحتاج إلى خطط تأمية وتحتاج إلى مصانع والزراعة والتحي كل هذا غير موجودة هذه كذبة كبيرة مثل العديث عن كاربا ربطنا للكاربا مع الأردن وغنبطة مع الخليج وماذا ستأتي شقد الكمية التي تجيك؟ ماشي كملت الربط مع الخليج مع السعودية ومع الأردن شقد الكمية التي تجيك؟ هل تساوي 2% مما يحتاج إلى العراق ما أنتو صار فين أكثر من مئة مليار دولار على الكهرباء ولم تأتي الكهرباء كيف استعملوا مالكها؟ هذا الواقع الحال تكذبون عن العراق والله سوينا خط وإحنا بشهر حزيرة نقادم راح ينكلم كذبة هاش قد توفر لكم والتالي هاش قد تتفع من عليه يا رجل عب هذا الكلام وصلت العراقيين إلى مستوى لا أحد يقبل به ولا أحد ولا أحد يصدق أن العراق هذا اللي كان منارة الدنيا يصل إلى هذا المستوى يعني يصل إلى مستوى متدني بكل شيء مع الأسف الشديد يصل إلى بلد فاشل هم يسمونه من البلدان الهشة يعني تجميل هو بسوء بلد فاشل في كل شيء لا دولة فيه أكثر من دولة وميليشيات تحكم والعصابات وهي تحدد وهي لسان حال الجميع ولا أحد يستطيع أن يتكلم والكل يزايد على الكل في الدعاءات كاذبة مع الأسف الشديد وهذا لا يشمل شيعة السلطة فقط فازل يشمل سنة السلطة سنة السلطة الذين هم يعني ملكيين أكثر من الملك وقراد السلطة وبالتالي كل يدافع عن الفساد ويدافع عن عملية السياسية التي دمرت العراق وجاءت بكل هذا هذا العراق بكل قيمه وكل عقوله وكل مكانياته وكل تاريخه العظيم يصل إلى هذا المستوى مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزاء المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة النقر وعلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة